اشتركوا في القناة جاي ان شاء الله الحمد لله بفضل ربنا يمكن الفيروس او الفلونزا الفترة اللي فاتت كانت منتشرة شوية لكن الايام الاخيرة مع درجة الحرارة بتاعت الجو قلت فاحنا كتمريد لازم يكون لنا دور فعال في وقاية المجتمع من انتشار العدوى المبادرة كان من اهدافها ان احنا ننزل لطلبة المدارس ولادنا واخوتنا وننزل لجميع الاعمار السنية يعني بداية من الابتداء لجميع المراحل ونعرفهم باهمية دور التمريد في المجتمع والجزء الخاص بالوقاية من انتشار العدوى ده الهدف الاساسي في الحقيقة تاني هدف احنا بنأكد كنقابة عامة للتمريد ان احنا غير منضمين لاضراب الاطباء اللي هو هيبدأ او هيستمر من يوم تمانية ان شاء الله المارس لان احنا على قناعة شديدة كلنا ان احنا بنتعامل مع ارواح مرضى ان المريد ده ممكن يبقى انا يبقى ابني لقدر الله يبقى ابويا يبقى اخويا ما ينفعش انا كممرضة يجيلي مش هقول مريد في في عيدات خارجية او في اقسام داخلي هقول ام شايلة طفلها راح ابيل وحدة الصحية تطعامه ضد شلل الاطفال او تطعامه ضد اي مرض وانا بقول لها لا انا مش هتطعامك النهاردة غير لما اخد الفلوس بتاعتي او فلوسي تزيد وبعاديها بفترة الاقي الطفل ده لقدر لا اصيب بالمرض المفترض كان ياخد الطعم ضده يعني دي حاجة تاني حاجة ليه نحقوق بنطلب بيها الكلام ده انا قلته كتير وهفضل اقوله لغاية يعني ما ربنا يقدرني يعني التمريد السنيني اللي فاتت كان مهمش لنا حقوق مش بس مالية حقوق ادبية الثقافة المجتمعية اللي احنا على طول نتكلم ونقول ان هي فعلا بتبرز للأسف الشديد الدور السلبي فقط دون التطرك للدور الايجابي لهيئة التمريد وده دور النقابة هنعمل اتفاقية قريب مع بعض المؤسسات هنعلن عنها في مؤتمر صحفي برضو ان شاء الله عن التمريد والدراما والاعلام ونبدأ ننزل لأرض الواقع ونشوف الصور المشرفة الايجابية الحقيقية اللي فعلا بتقعد مع المريض اكثر من 12 ساعة في وحدات الرعاية المركزة ووحدات الاطفال حديث الولادة الصورة مش قاطمة لكن برضو اللي هنأكد عليه ان احنا مش هنتنازل عن حقوقنا المالية انتهينا بنسبة 75% من اللي حتى تنفيذية الناس كلها مستنية تقريبا يوميا بيجيلي اكثر من 100 تليفون وعندهم حق امتى هناخد الحوافز الجديدة اللي هي القانون الجديد شغالين فعلا على قدم الوصاق في الوزارة عشان ننتهي منه مش عايزين نفرح قوي بان احنا ناخد الحد الادنى او الاقصى لان الحد الادنى او الاقصى لا يتناسب مع طبيعة العمل والجهد اللي بيقوم بيه التمريد والفريق الصحي كله احنا لنا المفترض حوافز خاصة لو احنا قلنا ان القانون 14 لسنة 2014 دي خطوة هي خطوة اولى من لو احنا لنا عشر مطالب فهو اول مطلب لنا لكن مش نهاية المطاف الكادر هو الاساس بس امتى هطلب الكادر امتى هقول انا ليا حقوق كتير جدا واسطب خلاص مش اسمح لاي حد ان هو يفرط في حقوق تاني او مطالبش بحقوق ايه امتى لما نلاقي فعلا مصر ان شاء الله بدأنا نشتغل بدأنا ننتج بدأنا نتعاون ويريت نتابع يعني انا في الحال اثرت جدا بالخطاب بتاع المشيري السيسي مبارح والخطاب بتاع رئيس الوزراء فعلا احنا محتاجين نشتغل كلنا مع بعض وهو عنده حق يعني كلمة لفت نظري قوي من السيسي بيقول ان يعني تسعين مليون مش واحد هو اللي هيشغل تسعين مليون لازم كلنا مع بعض هو رئيس اه طبعا بيوجه وبيحط السياسات لكن لو كلنا كل واحد زي ما ليحقوق اعمال يطالب بيها عليه واجبات فاحنا نأمل ان احنا ان شاء الله كلنا نشغل والانتج اه كمان لازم نحس بالوضع اللي فيه البلد يعني لما ييجي مبارح اه مع اه عمال المحلة رئيس الوزراء ويعرض الميزانية بتاعت الدولة فلازم كلنا يعني اه نحس بالمصداقية والشفافية اه لو انا قفلت النهاردة لو انا النهاردة ما اشتغلتش واعتصامت واضربت ايه اللي هدخله المصر ايه اللي انا بعمله هل هيبقى فيه انتج هيبقى فيه دخل مش هبقى فيه حاجة خالص احنا بنرجع للأسف سمعت كلمة بتقول احنا بقى انا ثلاث سنين في اجازة هنفضل في اجازة طويلة ولا ايه يعني احنا لازم كلنا فعلا نبدأ تاني التمريد في الحقيقة من بعد الثورة اثبت انه هو يعني اشتغل وسادت في المنظومة الصحية وهو عصب المنظومة الصحية التمريد يمكن مش عايز اقول الوحيد عشان انا رقبت التمريد متحيزة لكن الوحيد اللي مخدش اجازة فعلا احنا بنقول للفرق الصح كله وكل الناس وكل الشعب المصري فعلا كل واحد يعمل اللي عليه لو احنا كين او حارسين على البلد بأكد تاني لنا حقوق بنطلبها طلبناها من رئيس الجمهورية طلبناها من الحكومة اللي فاتت وبدأنا نطلبها من حكومة دكتور ابراهيم محلب الحقوق بتاعتنا للتمريد مصري كله مش لوزارة الصحة وزارة الصحة والجامعة المصريفات الجامعية وحتى القطاع الخاص لو ليه اي مطالب برضو بنطلبها من المؤسسات الخاصة اللي بيقضى عليها تانية حاجة طبعا زي ما احنا قلنا الميزانية هنعرضها بس في الاخر ميزانية النقابة احنا كنا فين وفي المرحلة الحالية فين وعايزين الفترة الجاية نبقى فين عايزة اسيب برضو الكلمة للزميل الفاضل وستاذ احمد السيد نقيب العلوم الصحية عايزة اقول كمان اننا بالنيابة عن استاذ الدكتور سامي سعد نقيب عامل علاجة طبيعي هو في الحقيقة معانا قلبا وقالبا وماشيين في اتجاه واحد وعملين توقامة مع بعض يمكن هي توقامة بس سلاسي بقى الاضلاع زي ما بنقول العلوم الصحية والعلاج الطبيعي والتمريد لان احنا فعلا حسين بحالة البلد بقول كمان لزملائنا الافاضل ورؤساءنا الاطباء وقائد الفريق الصحي الاطباء ياريت يعني عدم التدخل في شؤون النقابة العمل للتمريد وياريت محدش من الاطباء يصير التمريد لعمل الاضراب لما نحب نعمل اضراب هنعمله بنفسنا لان احنا لدينا نقابة مستقلة شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم حب الاول اعرفكم بنفسي انا احمد السادة الدبيكي نقيب العلوم الصحية في مصر ويمكن كتير ما يعرفش ايه العلوم الصحية العلوم الصحية بتضم خريجي المعهد الفن الصحي او المعاهد الفني الصحي في مصر ودول عددهم 12 معهد اللي بيتخرج منهم فنيه المعامل وفنيه الأشعة وتسجيل الطبي والإحصى وسيارة الأجهزة وفنيه الأسنان 8 شعب على اختلافهم اللي هما بيقوموا في المنظومة الطبية في مصر اذا كان هناك جسد وجناحين فان الجسد اذا قلنا انه الطبيب فالجناحين هما التمريد والفن الصحي ما اعتقدش ان ممكن طائرة طير بدون جناحية اتنين ما اعتقدش ان المنظومة الطبية يمكن ان تقف على الطبيب واحده وبأكد على ان الاضراب حق مشروع وانا عندي نبزة مختصرة جدا عن الاضرابات في العالم كله وان كنت في الوقت الحالي لا احبزه لان الاضراب اول ناس بدأت الاضراب في العالم كانوا الفرعنة في 1152 قبل الميلاد ضد لمسيس الثالث فاحنا اللي بدعناها يعني احنا اللي بدعنا الكلام ده لكن مش هينفع لحد انه يزايد على وطنه في توقيت صعب المسألة بالنسبة لنا احنا بنرى ان التوقيت صعب وبنرى ان تنظيم الاضراب له اشكال وطرق عدة وبنرى ايضا ان الاضرابات مختلفة من مهنة لمهنة لمهنة يعني انا لو اشتغلت لو بنتكلم على مصنع وانا عملت فيه اضراب لمدة يوم انتاج المصنع من القماش هيوقف يوم لكن بكلم على مستشفى اضرابة يوم يمكن ان يتوفى بني ادم واغلى حاجة في الدنيا هي الانسان ولقد كرمنا بني ادم اللي بعده بعد كده في توريخ الاضراب الاضراب عند انجلترا اول ناس يمكن عملت اضراب في العصر الحديث كان الشعب الانجليزي وحركوا عارفين ان انجلترا عبارة عن مجموعة من الجزر وكان لتوقيف السفن بعدها اول حد شرع في دستور الاضراب كان الدستور المكسيكي 1917 ثم احنا بنتكلم على الدستور المصري الحالي اللي ادى حق الاضراب ونظمه القانون في المادة 15 منه اتكلم على ان الاضراب السلمي حق ينظمه القانون احنا لا ننكر على احد حقه لكن احنا بنتحدث عن ان كل نقابة من نقابات المهن الطبية السابعة هي نقابة مستقلة بذاتها يجب ان يكون لها حق العمل وحق اتخاذ قرار قرارها من جمعية العمومية ولا يملي احد القرار الاحد ولا يجب ان يخرج من المنظومة الطبية شخص ايا كان الفن الصحي يحرض الطبيب او الطبيب يحرض الفن الصحي يجب ان يعلم كله قدره ومكانه يجب ان تظهر المنظومة الطبية بطريقة ثالثة للمريض احنا بنشرع في تنظيم اذا شرعنا في تنظيم اضراب لنا طرق كتير جدا غير ان انا اتخلى عن المريض فمثلا احنا عندنا رؤية بان انا ممكن اننظم اضراب على مستوى الجمهورية بان انا اضع شارة سوداء على كتفي وانا بلاق المريض مكتوب فيها حقي في الاضراب لانني لا اخذ اغلل عادل في الحالة دي رسالة وصلت لكل مرضى جمهورية مصة عربية وصلت لكل الناس في جمهورية مصة عربية كل الناس هتضمن معايا وانا واقف قدام باب نقابتي بقول حقي في كادر مهم طبية عادل لكن انا ما اصرتش في حق المريض الطريقة التانية ان انا وانا لابس البلطو بطريقة تنظيمية هقف قدام مستشفتي والفريق التاني بيشتغل واكتب يفطى مكتوب عليها حقي في كادر مهم طبية عادل بدون ان اتطرق الى المنظومة الطبية باي وقف او باي تعديل بدون ان اضر الانسان باي شكل من الاشكال المريض امانة واقصمنا على حقه في العلاج والدواء دستور مصري نص في احد مواده على ان الصحة حق لكل مواطن اذا احنا بنتحدث عن حقين المضاربين اذا كانت صح حق لكل مواطن وانا انسان والاضراب حق لكل فئة وانا احد الفئات فانا متضارب ما بين امرين يبقى اجب ان انا انظم الامرين بشكل لا يعطل مصالح الدولة ونرى ان مصالح الدولة في الوقت الحالي لا تستدعي هذه الانواع من الاضرابات ولا التوقف عن العمل بل بالعكس بتستدعي اننا نبزي المجهود اكتر واكتر زي ما قلنا لحضراتكم كده اذا كان فيه مبادرة حقيقية موجودة على ارض الواقع من التمريد بتقول انا تمريد فان النقام العامة العلم الصحية بتعلن في المؤتمر الصحفي انها عندها استعداد كامل للمشاركة في الستة وعشرين محافظة لان احنا عندنا مشروع بنأمل انه يخلق على النور وهو القضاء على فيروس سيف مصر وزي ما قلت لحضراتكم نفني المعمل هو اللي بيعمل التحليل لحضراتكم هو اللي قادر على حصر كم عدد مرضى فيروس سيف مصر نقدر نشارك مع نقابة التمريد بان احنا نعمل على مستوى الجمهورية مع زي الحملة في المدارس الى سن الاعدادية حصر شامل لا ازاي كم عدد مرضى فيروس سيف مصر وكيفية القضاء عليه وبكده نبقى بنشارك التمريد وبنشارك الدولة في الايجابيات اللي يجب ان تعمل عليها الدولة وليس في السلبيات مع احتفاظ نقامة العلوم الصحية بحقها الكامل في ان تقف على مسافة واحدة من كل النقابات وبنشجب وندين اي اساقة الى الفنين الصحيين او الى اي شخص في المنظومة الطبية لم يشارك في الاضراب وبالاضافة احتفاظنا حقنا في التقديم اساسا للنائب العام بشكل كامل لاي حد يقوم على تحريط فئة بعينها نقابتنا هي اللي هتنظم شؤون نفسها بنفسها جمعيتنا العمومية هي سحبة القرار في الاضراب او الاعتصام او المشاركة فيه او اقامة الفعاليات وحدها دون الدخول في مهاترات لا يمكن باي حال من احوال نسمح لاي فرض في المنظومة الطبية نتفوى على فرضه اخر مش عالفاني الصحي بس بان هو غير مشارك او غير فعال او غير او غير ترى جمعية العمومية للنقابة العامة ومعومة الصحية او المناسبة احنا كان عندنا جمعية عمومية في واحد ثلاثة يوم الجمعة في مدينة بورسعيد البسيلة والجمعية العمومية طلعت على مواد النقابة وطلعت على التطورات في شأن حافظ المعنى الطبية واللي احنا كنا بنسعى سعيا جدا ان هذه الحوافظ تكون من باب اول وده لازم يصل لازهان الناس على الارض ازهان الناس على الارض ان الحوافظ الخطوة الاولى من زي ما دكتورة كوسر بتقول من عشر خطوات انا بعتبرها من خمسين خطوة لكنها خطوة انا بدأت الطريب خطوة الحوافظ باب اول وباب اول معناها ان لا للتحكم لا للرؤساء المضللين محدش هيقول لي انا معنديش باند اصرف لك منه فهي موازن الدولة فاصبحت زيها زي الراتب بالزبط وده اللي كانوا السبع النقابات في اول ما قاعدوا في الكادر بيقولوه في اضحات تانية كتير جدا منها ان احنا اشتغلنا سبع شهور على وهم واعدنا نكتب في وهم اسمه كادر المهنة الطبية وكتبناه بطرق بعد انسحاب المالية وبعتنا الورق ده كله بالكامل الى مجلس الوزراء ووضع في درج الدكتوري شام عنديل ولم يخرج للنور ثم بعد الضغط اتقدم لمجلس الشورى والكلمة الوحيدة الذي اخذناها من مجلس الشورى يمكن ان يقر كادر للمهنة الطبية من حيث المبدأ وليس قانون كادر المهنة الطبية يعني اه يا جماعة عليكم كادر ان شاء الله هنشتغل عليه ولما اعترضنا في قلب الجلسة الرسمية في مجلس الشورى على اللفظ قال لا ما انا مش هقدر انقشلك القانون دلوقتي ووصل رد صريح من وزير المالية الى الدكتور عبد الحميد ابوازة في وزارة الصحة ربنا نديله الصحة وانا الحقيقة بوسني على مجهوداته وعلى مجهودات الدكتورة ما بان لا يمكن تطبيق كادر المهنة الطبية الان في حكومة الدكتور الشام انديل اذا لما اشتغل مع الحكومة التالية وتتواصل النقابات وتبزي الجهد في انها تطور المسألة ونخرج بحافز اقل ما يقال عليه ان حافز يعتبر خطوة اولى ومن دعائم ركيزة طبية وان الدكتور يديني في مادة ان 3% من ناتج الاجمال القومي هو موازنة وزارة الصحة واحنا كنا بنعمل مع كل فرقية الطبية على ان موازنة الصحة ترتفع ومادة بالدكتورة عندنا ضمانة تانية بتقول انه يجب ان يتزايد تدريجيا قيمة دخل الصحة او موازنة وزارة الصحة اذا المطالب الاصلية انا عندي خريطة لها وانا بشتغل عليها عندما لا اجد طريق للمفاوضات يجب ان نتجه اتجاه اخر لكن احنا لدينا مهما تعاقبة الوزارات زي ما شديني على قدين الدكتور مها الرباط قلنا انها كانت وزيرة بتعمل بجد واكتهات فعليا ولا ننكر حقها نشد على يد الدكتور عادي العدوي وبنقوله احنا مستعدين للتفاوض معك لاخر مرحلة مستعدين للوقوف جانب الدولة لاخر مرحلة لكن لا نستعد لان نفرد في حق اعضاءنا اعضاءنا دايما جمعيتنا العمومية اللي تملينا القرار ولا يملي القرار احد لاحد شكرا لحضراتكم السلام عليكم اعرفكم بنفسي انا كمال محمد نجيب رئيس مجلس النقابة الفرعية ببرصعيد للتمريض انا اولا اسمحولي احيي واشكر الدكتورة كوسر اللي سمحت لي بالفرصة دي مع ان انا كنتش عامل حساب والله واسمحولي اهن الاستاذ احمد السيد نقيب العلوم الصحية بتجديد سقة الجمعية العمومية في مجلسهم عن رأيتنا فيها في الاخبار وده ان كان يدل على شيء يدل على اداء مفيش حد هيبقى على حد الا باداء فانا بحييهم واتمنى ان شاء الله ان تكون ايدينا في ايدينا بعض كلنا في المرحلة الجاية ان شاء الله طبعا انا هتكلم في نقطتين باختصار هي نقطة الاضراب ونقطة الحافز حتة الاضراب احنا مش ضد الاضراب القانون نفسه مش ضد الاضراب ولكن ايه هو اللي نعمله اضراب امتى نعمل الاضراب هي دي المشكلة احنا النهاردة عارفين ان الدولة المصرية كلها او الجمهورية اقتصاديا وقعة بدليل ان احنا بدأنا نستعين ببعض الدول فاقتصاديا وقعة النهاردة وانا بقولها بالبلد للتمريد كده في المستشفيات النهاردة لما يكون احنا كلنا مفيش اي فلوس بالنسبانا وجاي شخص بيقول انا هتديكم المبلغ ده هتمشوا بو نفسكم مؤقتا ده اعتراف منه بمجهودنا اولا وعلى مصلحتنا تاني حاجة مرفضوش لان ما فيش البديل قدامي دلوقتي حاليا في الوقت الحالي ما فيش بديل الاقتصاد واقع لما يجي يقول انا هتطبق لك حاجة مؤقتا الحتة اللي هما بيتكلموا فيها حتة ان الحافز جاي على الحافز مش على الراتب مش على الاساس ايوه هو هنا عمل حاجتين حتة المعاشات علاها ازا ما سمعنا برضو في الاخبار وهيطبقوها ان شاء الله علاها بنسبة 15% تقريبا وعطى الحافز للتمريد او المهنة الطبية او لأي ان كان الموظفين فهو عليك حاجتين مؤقتا لان لو حط الوقتي الكادر على الاساس هيضطر يعلم من المعاشات اضعاف اضعاف والدولة واقع هيجيب منين هنده منين فاحنا كمان ماينفعش ان احنا نيجي نقول احنا مش راضيين بدا النهاردة انت اصلا ما كنتش شايفه من فترة انت ما كنتش شايفه فحطة الحافز انا شايفه كسلمة اولى اولى انا موافق بيها او ان احنا موافقين بيها السلمة التانية ان شاء الله اقتصاد البلد يقف على رجله ونقدر نشوف ان الدولة بدأت تنتعش اقتصاديا احنا نفسنا هنطالب من قبل ما الممرض اللي في قلب المستشفى يطالب احنا هنطالب ان هو يتطبق على الاساسي عمرنا ما هنكره حاجة لمصلحة الممرض او لمصلحة الموظفين او الاعضاء اللي بتبقى تبع سواء فئة العلوم الصحية او فئة التمريد او فئة العلاج الطبيعي ايا كان عمرنا ما هنقف ضدها الحاجة التانية حتة الحافز انا بقول للتمريد حاجة واحدة بس الحافز ده جماعة احنا لما وفقنا عليه او ان انتو قلتو ان احنا تكلمنا على لسان التمريد احنا تكلمنا لان احنا شايفين الوضع من قريب انت خضرتك شغال في المستشفى او شغال في ايا كان ما انتاش اضرب الوضع الحالي لانك ما بتعودش على تربيزة الاجتماعات ما بتعودش على التربيزة نفسها اللي بيحصل عليها الاوراق او الكلام او المفاوضات فانت ادينا فرصة ان احنا ولو احنا ما حققناش ده اللي حضرتك عايزه او ما وصلناش بيك اللي حضرتك عايزه ابقى ساعتها اقول ان احنا تكلمنا عن نفسنا لا احنا بنتكلم عنك عارفين مصلحتك فين تالت حاجة التمريد مش صغير فئة التمريد مش صغيرة فئة التمريد فئة كبيرة تقدر تتكلم عن نفسها كويس جدا تقدر تنظم اضراب لو هي عايزة تنظمه كويس جدا وبكفاءة عالية بش محتاجة حد يفرض رأي عليه بش محتاجة انقابة تطلع تقول انت النهار ده كممرد ما وقفتش معايا خلاص خليك لوحدك زي ما كتبه في الاخبار لا احنا الوحيدنا بالفعل احنا انقابة مستقلة بالفعل احنا الاطباء على دماغنا وهما النص التاني مننا في الفئة الصحية فوق في المستشفيات ولكن احنا بنقول يا جماعة اترقونا الرأي ما تفرضش رأي علينا اترق لنا الرأي وزي ما قال الاستاذ احمد فئة العلوم الصحية هي فئة مستقلة والدكتورة كوصل قالت فئة التمريد هي فئة مستقلة كل فئة قادرة وتستطيع ان تتحدث عن نفسها اترق لها لكن لو هتفرض رأيك عليها ما ينفعش ما ينفعش فانا بقول للتمريد اقعد معانا اسمع عندك سؤال اسألنا عندك سؤال عن الحافز اسألنا عندك سؤال عن الاضراب اعرف منين احنا رفضينه ليه وايه الاسباب ما تفتكرش ان احنا ضدك احنا بفضل الله صحة تعالى معاك وانا بقولها تاني الاضراب احنا مش ضده الحافز انا مش ضده برضه ولكن كل ده كسلمة اولى لحين انتعاش البلد اقتصاديا ان شاء الله رب العباد وشاكل لخضراتكم سماء كلمتين وشاكل لدكتورة كوسر والاستاذ احمد السيد ناش شالت ساعة الصورات وساعة الازمات يمكن بالاربعة ووشين ساعة شغالين عشان كده احنا بنقول ان احنا المهنة اللي بتدل على وطنية الناس اللي فيها احنا وطنيين الوطنية مش بالكلام الوطنية بالاداء احنا شغالين وقت ما الناس وقفت احنا بنرفع المصر ونحاول نحميها وقت ما الناس كلها قعدت وقالت انا عايز حقي فعشان كده احنا بنطلبهم بانهم يستمروا في الوطنية بتسمحوش لحد ينزع من نقل وطنية ديت لمطالب دي هو شخصية احنا كنقابة والدكتورة كوسر بتحاول على قد ما تقدر انها تديلك الحقوق بتاعتك اللي كانت طوله امرأة مهماشة زي ما قاله استاذ كمال كده احنا على المفاوضات بتحس ان فيه حاجات هي دي اقصى حاجات تعملها واعتقد ان نقيب الاطباء من اكتر الناس على ادراية ان القانون بتاع الحوافز هو ده اقصى حاجة تعملت في الوقت ده والكلام ده بيقول لي مناسبة ان انا لازم اشكل الدكتورة معها الست دي خدت الموضوع ده بشجاعة وحربت وقتلت مع وزير المالية عشان توصل عادل ان شاء الله هيكمل المسيرة بتاعتها ان شاء الله فعشان كده انا عايز اقول لكل تمريد مصر احنا ضد الاضراب احنا قام على الاضراب حق شرعي لما يكون لكن الوقتي انا بحصل على حقي او جزء من حقوقي لكن في الفتر الوقت الحالي البلد محتاجة كلنا نقف فكلنا هنقف مع البلد وطوما البلد بتاعتنا توقف هنكمل حقوقنا وهنكمل مطالبنا لكن قدام العالم كله وقدام المصريين كلهم لازم نثبت ان التمريد هيفضل طول عمره هو القلعة اللي بتحمي مصر زي ما قالت الدكتورة كوسر الجنود وقفين يعني الجيش والشرطة وقفين في قلب الشارع وربنا يعلم بيهم نفس الكلام احنا جنود في قلب المستشفيات السلام عليكم وردكاته انا سعيد جدا بتواجدي النهاردة في وسطكو وفي انقبط التمريد وبنشكر الدكتورة كوسر محمود اللي جهودها يعني نسني عليها جدا بان هي قدرت في الفترة اللي هي مسكت فيها النقابة ان هي تغير الرؤية المجتمعية عن نظرة التمريد ووضع التمريد في المجتمع المصري وفي المستشفيات وفي المنظومة الصحية عموما الحياة الثانية احنا بالنسبة لنا في المنظومة الصحية احنا بنتعامل مع روح في الاول وفي الاخر مش بنتعامل مع مكنة مش بنتعامل مع اي شيء ممكن ان احنا نتهاون في التعامل معه احنا بنتعامل مع روح ربنا كرمها وربنا امرنا بان احنا كل واحد فينا يقدي قدر استطاعته اتجاه الشيء ده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى استخلافه في ارضه احنا في الاول وفي الاخر مش ضد حق احد احنا مع حق اعضاءنا في الاول وفي الاخر لكن في الاول وفي الاخر احنا بندور على حال البلد ووضع البلد وحق الناس اللي مسؤولين من رقبتنا في الاول وفي الاخر احنا في الاول وفي الاخر لنا حقوق لكن علينا واجبات قبل ما نطالب بالحقوق اللي لنا لازم الاول ندي واجباتنا ونشوف الوقت المناسب لان احنا ناخد حقنا الحق اعي نعم ما بتجزقش لكن اجراءات اخذ الحق ممكن تتجزق احنا برقنا بخطوات وبنسعى لها وبنحارب من اجلها وبجد الناس اللي انا ساعدت بالعمل معهم سواء الاستاذ احمد السيد عبد المقصود النقيب بتاعي في النقابة النقابة العلوم الصحية او الدكتورة كوسر محمود نقيب التمريض او الدكتور سامي سعد نقيب العلياية الطبيعي فالناس دي بجد يعني انا ساعدت سعادة بلغة للمجهودات اللي هم بيحاولوا ان هم يبزلوها في الارتقاء بالمستوى الصحي احنا في الاول وفي الاخر اي نعم عاوزين حقنا لكن احنا عاوزين في الاول وفي الاخر نرتقي بالمنظومة نفسها مش كل حاجة عندنا ولا بندور عليها هي الفلوس الفلوس اخر شيء ممكن ان احنا ندور عليه احنا صبرنا سنين احنا صبرنا سنين مفيش مشكلة ان احنا هنصبر فترة بسيطة لغاية ما البلد تقدر ان هي تقف على رجلها احنا مش هنطلب مش هنبطل مطالبة بحقنا شكرا في مبادرة طرحتها الثلاث نقابات نقابة العلوم الصحية ونقابة التمريض المصري ونقابة العلاج الطبيحي بانشاء لجنة مكونة لجنة سلسية مكونة من الثلاث نقابات للرد على الاستفسارات الخاصة بقانون الحوافز الجديد او قانون 14 سنة 2014 قانون تنظيم شؤون المهن الطبية وان شاء الله باذن الله هنبلغ سيادتكو بارقام التليفونات الخاصة باللجنة السلسية ان شاء الله شكرا انا بس عايزة اخر حاجة بقى يعني تماما ميسك زي ما بيقولوا معنا استاذ حسين هو ممرض فقين شمس هيعمل لنا حتين اول حاجة هنرجع مع بعض قسم مهنة التمريض هيقرهولنا وبعدين هو في الحياة فنان يعني فألف كلمات برضو للتمريض فهيقول لنا الله اقسم بالله العظيم ان اخلص في عملي اقسم بالله العظيم ان اخلص في عملي واتق الله في مهنتي واحترم قوانينها وانظمتها واودي مسئوليتي المهنية بكل وبكاف بكفاءة بكل كفاءة واخلاص وان استند في ادائي على المعرفة المستمدة من علم التمريض وابزل قصار جهدي لرعاية كل من وكل كل من وكلوا الي وكلوا الي رعايتهم واحفظ كرامتهم واكتم سرهم وادافع عن مصلحتهم مصلحتهم واوفر بيئة آمنة للمريض والأسرة والمجتمع وان استمر في تطوير نفسي واوقر من علمني واحترم واتعاون مع زملائي في المهنة على البر والتقوى والله على ما اقول شهيد احنا بس بنوصل القسم ده استاذ حنان امين صندوق النقابة هتقول لنا بس كده ملخص سريع عن ميزانية النقابة لان دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا نعملها بمنتهى شفافية احنا استلمنا النقابة كان فيها ايه وحاليا دلوقتي بفضل ربنا وبفضل طبعا تكاتف المجلس كله بقتين سنة الفين وتلتاشر اربعة مليون ستمية ستة وتمانين الف ومعمية وخمسة وعشفين المصروفات بتاعتنا مليون اه خمسة وتسعين تمام اه اللي بضب بالنسبة الالفين وتناشر كانت مليون متين تسعة وعشفين الف وسبعمية وستة اه يعني الزيادة بتاعتنا بالنسبة لنا السنة دي كانت اتنين مليون تلتمية تمانية وخمسين الف وخمسمية تسعة وستين وما فيه الزيادة يعني بالنسبة للمقاونة بالسنوات الماضية قبل كده ما كانش ده بيحصل الزيادة دي بالنسبة للنقابة ده انجاز بالنسبة لها اه بسيط الوديع الحالي خمسة مليون خمسة مليون خمسة وعشفين خمسة وعبعين يعني احنا عملنا وديعة الزيادة بتاعتنا للسنة دي الوديع اللي احنا عملناها مليون ستمية خمسة وعشفين الف عايزين نقول برضو ان الحاجات الزيادة دي مش اشتراكات فقط يعني احنا اخدنا مركز تدريب في داخل النقابة وزي ما ميس حنان قالت عندنا تقريبا تلات تربع مليون دخل من الدورات التدريبية من الانشطة اللي احنا بنعملها في النقابة اه وبرضو في الحال المليون اللي هو المصروفات داخل في المعشات والمنح العلاجية هتتعالد طبعا بالتفصيل ان شاء الله في الجماعية العمومية في آخر مارس ان شاء الله اي سؤال اي استفسار شكرا جزيلا شكرا